على وقع صراع سياسي متواصل تطور خلال الأيام الماضية إلى مواجهة مسلحة دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوات الأمنية إلى تأمين زيارة الأربعينية في كربلاء بعيدا عن الميليشيات وهي دعوة تأتي من الصدر ضمن صراع محتدم بينه وبين الميليشيات المنظوية في إطار الحجد وطالب الصدر الزائرين عموما والإيرانيين على وجه الخصوص بالالتزام بالقوانين مع دعوته العراقيين إلى التحلي بضبط النفس والابتعاد عن الاحتكاك بهم في مؤشر على تزايد النقمة تجاه الإيرانيين في ظل الاستقطاب السياسي الحاصل وميلي طهران لصالح قوى الإطار التنسيقي الذي بات يمثل الخصم الرئيس للتيار الصدري تخصيص صدر الإيرانيين في دعوته للزارين بالتقييد والالتزام بالقوانين العراقية تأتي كما يقول مراقبون في إطار مناكفة الصدر لإيران وذلك بعد الضربة التي وجهتها له والمتمثلة بالإعاز إلى المرجع كاظم الحائري بكشف الصدر دينياً وتركه بدون مرجعية الصدر دعا أيضاً إلى عدم رفع شعارات حزبية أو ميليشياوية أثناء مراسم الزيارة خصوصاً مع الأعداد المليونية التي تأتي من خارج البلاد لافتاً إلى أن العراق غير ملزم بإدخال ما يفيض عن قدرته في إشارة على ما يبدو إلى الأعداد الهائلة من الإيرانيين الذين يدخلون العراق جاء ذلك بعد الاستثناء غير المسبوق الذي منحته السلطات الحكومية في بغداد للزوار الإيرانيين حيث كشف قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين أشتري على الاتفاق مع حكومة الكاظم على إدخال الزوار وختم الجوازات عند الحدود حتى وإن مر على تاريخ انتهاء صلاحيتها ستة أشهر في إجراء لا يمكن أن تقوم به أي دولة حريصة على أمنها واقتصادها لا سيما وأنها تعيش ظروفا مأزومة وأوضاع متردية على العديد من الصعود كما هو الحال في العراق لا تمر مناسبة دون أن يثبت ساسة العملية السياسية فشلهم في إدارة الدولة وارتهان قرارهم إلى الخارج حقائق بدأت تتضح أكثر مع ارتفاع حدة الصراع الذي كشف المزيد من خفايا فساد نظام المحاصصة وما خلفه من دمار في العراق ترجمة نانسي قنقر